السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في درسنا اليوم الصورة القطبية للمعادلات تكلمنا في الدروس السابق عن تحويل النقاط الأحداثية من الصورة القطبية إلى الصورة الديكارتية ومن الصورة الديكارتية إلى الصورة القطبية وتكلمنا أيضاً في الدرس السابق عن تحويل المعادلات من الصورة الديكارتية إلى الصورة القطبية وتبقى لنا أن نحول المعادلات من الصورة القطبية إلى الصورة الديكارتية فنتمنى لكم متابعة ممتعة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نتذكر وش الأشياء اللي احنا تعلمناها في الدروس السابقة تكلمنا عن نموذج التحويل ما بين الإحداثيات القطبية والذكرتية تكلمنا عن تحويل النقاط وبدأنا بتحويل المعادلات خلونا نشوف الآن اللي هو نموذج التحويل قلنا طبعا التحويل يكون أما على نقاط إحداثية أو على معادلات بين الصورتين نموذج التحويل الآن أيها الأخوة الكرام أن نحول من R و Theta إلى X و Y من R و Theta إلى X و Y وبالتالي إذا حبيت أحول من R و Theta فالX تساوي R في cosine Theta الX تساوي R في cosine Theta أما الY فهي تساوي R في sin Theta R في sin Theta بهذه الصورة أما إذا حبيت أن أحول من الصورة الديكارتية للصورة القطبية أو من الX و Y فالR سأطبق فيها نظرية في الغرز وثيتا سوف أخذ قانون التان وطبعا قانون التان مثل ما احنا قلنا يعني لا بد أني أنتبهنا عليه ملاحظات أنه إذا كانت الأكس سالبة فأني راح أضيف 180 درجة أما إذا كانت الأكس صفر فإن الزاوية تكون إما 90 أو 270 قد يتساءل يعني أحد يعني يتساءل الطالب أو الطالب المتميزين حقيقة ليش إحنا إذا كانت الأكس سالبة فأننا نضيف 180 خلونا نقول لكم ليش الآن لنفترض جدلا أن هذا هو المحور نفترض جدلا أن هذا هو محور أكس السالب الآن الزاوية إذا كانت الأكس سالبة فالزاوية ستكون إما في الربع الثاني أو في الربع الثالث لنفترض جدلا أنها موجودة في الربع الثاني الزاوية هنا هذه النقطة هنا وبالتالي الزاوية ستكون في الربع الثاني لما تكون الزاوية في الربع الثاني لاحظ معي أن المقدار أكس سيكون بالسالب مقدار أكس سيكون بالسالب مثلا دعنا نقول سالب ثلاثة مثلا و المقدار y سيكون مثلا بالموجب نلاحظ أن هنا y بالموجب و x ستكون بالسالب بهذه الصورة فبالتالي لما أجي أن أكتب القانون tan inverse y على x فأني سأكتب tan inverse الآن اللي هي ثلاثة على سالب ثلاثة الآن الحاسبة لما تتعامل مع المقدار هذا تقوم بقسمة الثلاثة على سالب ثلاثة وتقول لك والله أن هذه سالب واحد فبالتالي مباشرة ستقول لك أن الجواب موجود هنا ستعطيك الزاوية هذه ستعطيك الزاوية في الربع الرابع لأنها لا تدري السالب موجود فوق أو موجود تحت هي تتعامل مع هذا المقدار على أنه سالب واحد فبالتالي الآن الحاسبة سأطلع لك الجواب إما في الربع الرابع أو في الربع الأول فبالتالي إذا لقيت الجواب في الربع الرابع أو أن النقطة حقتي موجودة في الربع الثاني فبالتالي كيف أنقل هنا من الربع الرابع إلى الربع الثاني واضح أنه راح أضيف كم؟ راح أضيف 180 درجة حتى أنقل الزاوية من الربع الرابع إلى الربع الثاني بهذه الصورة وكذلك لو كانت النقطة عندك أيضاً موجودة في الربع الثالث لو كانت النقطة موجودة في الربع الثالث يعني لو افترضت أنت الآن أن هذا محور الـ X السالب الآن مثل ما عرفنا وكان النقطة موجودة هنا في هذه النقطة التي هي سالب ثلاثة وسالب ثلاثة سالب ثلاثة وسالب ثلاثة فالزاوية هنا مفروض تصير في الربع الثالث لما تجي أن تدخلها بالآلة الحاسبة تكتب تاني انفرس Y على X تساوي تاني انفرس سالب ثلاثة على سالب ثلاثة الآلة الحاسبة ستتعامل مع المقدار هذا على النموجة بواحد فما تدري هو الموجودين هنا سوالب أو موجبين فبالتالي تقولك والله الناتج هنا موجب واحد وبالتالي التاني انفرس تطلع لك جواب في الربع الأول ومع أن أنت النقطة التي عندك موجودة في الربع الثالث فبالتالي تضطر أنك تنقل من الربع الأول إلى الربع الثالث فبالتالي تضيف كم؟ ستضيف 180 درجة أما الملاحظة الثانية اللي هي أنه إذا كان عندك أنت يعني النقطة موجودة في إذا كانت الزاوية أو إذا كانت الإكس تساوي صفر فالزاوية تكون إما 90 أو 270 فالسبب كالتالي أني أنا لما تكون عندي الإكس صفر لما تكون عندي الـ X0 و مثلاً عندي هذه النقطة اللي هي 0 و 3 بهذه الصورة فبالتالي لما أدخلها بالآلة الحاسبة أقولتنا inverse الـ Y3 والـ X0 الآلة الحاسبة تتعامل مع هذا المقدار على أنه غير معرف فمباشرة الآلة الحاسبة تكتب لك إيش تكتب لك math error مباشرة الآلة الحاسبة تكتب لك هنا math error مع أن الزاوية موجودة الزاوية تساوي كم؟ تساوي 90 لماذا؟ لأن الـ X0 والـ Y موجب فإذا صرت الـ Y موجب ستصير الزاوية 90 أما إذا كانت الزاوية موجودة أو النقطة موجودة عفواً في الأسفل هنا فبالتالي مثلاً نقطة صفر وسالب 5 كذلك الآلة الحاسبة تكتب أنتتان inverse سالب 5 على صفر وسالب 5 على صفر عدد غير معرف مباشرة الآلة الحاسبة يعني زي ما تقول كذا تنسح بالموضوع وتقول لك أن math error عندك فبالتالي بعض الطلاب يكتب والله أن الزاوية غير معرفة الزاوية غير معرفة لا الزاوية معرفة وهي تساوي 270 فإذن سنقول أن الزاوية إما تكون 90 أو تكون 270 على حسب قيمة الواي إذا موجبها تكون موجب 90 وإذا سالبة تكون 270 فبالتالي ما في عندي نقطة إحداثية ما أعرف زاويتها ما في عندي نقطة إحداثية غير معرفة لازم تصير معرفة بس لازم أن تبهل للملاحظات من هذا القانون دعونا نبدأ الآن أيها الأخوة الكرام بتحويل المعادلات من الصورة القطبية إلى الصورة الديكارتية دائما إذا جتني معادلة بالصورة هذه ثيتا تساوي باي على 6 أو ثيتا تساوي أي زاوية موجودة عندك فإذا جتني المعادلة بهذه الصورة نأخذ تان للطرفين نأخذ تان للطرفين أخذ تان للطرفين فبالتالي أقول أن تان لثيتا تساوي تان لبي على 6 البي على 6 اللي هي كم؟ اللي هي 30 درجة بهذه الصورة الآن أقوم بخطوة التحويل ما هي خطوة التحويل الآن أيها الأخوة الكرام والأخوات؟ خطوة التحويل أن تان لثيتا تساوي y على x تان لثيتا تساوي y على x وهذا المقدار ينحسب ينحسب إما أنك تكون عارف أنت المقدار أو كانك تحسبه بالآل الحاسب فتقول ليش؟ أبغتان الثلاثين درجة كم يساوي والله يساوي واحد على جذر ثلاثة أو جذر ثلاثة على ثلاثة بهذه الصورة أو ممكن تقول واحد على جذر ثلاثة فبنت تكتب هنا جذر ثلاثة على ثلاثة جذر ثلاثة على ثلاثة طبعا تضرب الطرفين في X تضرب الطرفين في X فنضرب هنا في X ونضرب هنا في X الـ X تروح مع الـ X فصارت المعادلة Y تساوي جذر ثلاثة على ثلاثة في X صارت هذه هي المعادلة الديكارتية إذن إذا جاءتني معادلة فيها ثيتا يساوي فكل ما عليك أنك تسوي أنك تأخذ تان للطرفين هذا هو مفتاح الحل تان الثيتا هو اللي تحوله إلى Y على X والرقم اللي عندك إذا أخذت التان تحسبه باستخدام الآلة الحاسبة أو إذا كانت الزاوية مشهورة طبعا بإمكانك أنك تكون أنت عارف التان حقها كم يساوي فمثلا تان الثلاثين درجة نحن نعرف إنه واحد على جذر ثلاثة أو ممكن نقول جذر ثلاثة على ثلاثة فأكتب الجذر ثلاثة على ثلاثة ثم بعدين أنقل X للطرف الثاني من خلال ضرب الطرفين في X فتتحول إلى معادلة خط مستقيم بالصورة الديكارتية نشوف الفقرة B الآن قالك في الفقرة B قالك أبغى R تساوي سبعة إذا جتك هذه قلنا في الدرس السابق أن هذه معادلة دائرة هذه معادلة دائرة تتذكرون معي في الدرس السابق ومعادلة نصف قطرها يساوي سبعة فبالتالي إذا جتني معادلة R يساوي رقم بهذا الشكل البسيط فكل ما عليك أنك تسويه أنك نربع الطرفين نربع الطرفين ربع للطرفين الآن واش راح أقول؟ راح أقول الآن صار عندي R تربيع تساوي تسعة وأربعين R تربيع تساوي تسعة وأربعين وبالتالي الآن سوف أأخذيش الـ R تربيع أحولها إلى X تربيع زائد Y تربيع تساوي تسعة وأربعين والتالي صارت هذه هي معادلة دائرة مركزها صفر وصفر نقول معادلة دائرة مركزها حيكون اللي هو صفر وصفر ونصف قطرها طبعا اللي هو جذر 49 اللي هو حيكون سبعة هذه معادلتها اللي هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي تسعة وأربعين أما بالنسبة للفقرة C إذن الآن أخذنا حالتين خلونا نركز في الحالتين اللي عندنا الحالة الأولى اللي هي ثيتا إذا جتني ثيتا آخذ ثاني للطرفين بس ما أسوي شي ثاني بعدين الثاني لثيتا أخليها Y على X وتاني الرقم أحسبه ويعني أجهة أضبط المحانة إذا سيتقوله حط الـ Y في جهة والـ X في جهة أما إذا جتني R يساوي فكل ما عليك أنك تربع الطرفين صار عندك R تربيع يا محاسن الصدف نظرية في ثغرس هنا جاهزة الـ R تربيع على طول تتحول إليش إلى X تربيع زائد Y تربيع المقابل تربيع زائد المجاور تربيع مباشرة X تربيع زائد Y تربيع تساوي 49 وبالتالي كذا أنا كنت أنهيت المسألة نشوف المسألة الثالثة هذه وهذه شبيحة باللي أخذناها أمس بس كان يعني هذا هو الناتج الآن أريد المطلوب فبالتالي تذكرون أمس يطلع لنا هذا الناتج وش كانت آخر خطوة؟ كانت آخر خطوة كان يطلع لي R تربيع تساوي سالب خمسة في R في ساين الثيتا في ساين الثيتا فكنا نقسم الطرفين على R حتى ترجع المعادلة لكنا نخفف من الآرات تذكرون هذا فصارت سالب خمسة في ساين الثيتا بهذه الصورة فأنا كانت آخر خطوة بالنسبة لي أني أقسم على R الآن إذا جدتك معادلة بهذا الشكل فكل ما عليك أنك تسوي أنك تضرب في R كل ما عليك أنك تسوي أنك تضرب في R فنقول هنا نضرب الطرفين في R وبالتالي الطرف الأول صار R تربيع تساوي سالب خمسة R في ساين الثيتا خلاصة الآن جاهزة للتحويل نحولها الآن الـ R تربيع على طول تتحول إلى إيش؟ تتحول إلى X تربيع تتحول إلى X تربيع زائداً Y تربيع تساوي سالب خمسة الـ R ساين تتحول إلى إيش؟ تتحول إلى Y تتحول إلى Y طبعاً ممكنك تحطها كلها في طرف واحد X تربيع زائداً Y تربيع زائداً 5 Y بهذه الصورة تساوي الصفر طبعاً هذه بتصير معادلة دائرة عليها إزاحة حتكون إزاحة رأسية عليها لأنه في عندك حركة على الواي طبعاً إذا تبغى تعرف الإزاحة أو تحولها للصورة القياسية تحتاج هنا إلى عملية إكمال المربع زي ما كنا نسوي فيه رياضيات خمسة أنك والله تحط الواي تربيع مع الخمسة واي وبعدين إيش توجد الحد الثالثة اللي تقول خمسة على اثنين والربع أو ناخب نصفها ثم نربعها ثم بعدين تجمع القوس جذر إشارة جذر فيطلع لك القوس وتطلع لك يعني اللي هو المركز حق هذه الدائرة لكن احنا في درسنا هذا نهتم فقط في تحويل الإحداثيات من الصورة القطبية للصورة الدكارتية أو مثل الدرس السابق من الصورة الدكارتية للصورة القطبية إذا نأخذنا ثلاثة حالات حالة الثيتا لوحدها ناخذ ثالثة الطرفين حالة الـ R لوحدها نربع الطرفين حالة R يساوي ساين أو R يساوي كوساين أضرب في R صار عندي R تربيع وصار عندك R ساين أو R كوساين الرسين تصير Y والر كوسين تصير إيش؟ تصير X ها تصير X مثل ما احنا عارفين في نموذج التحويل يا جمعة الخير احنا نعرف أن الـ X هي R في كوسين والـ Y هي R في سين فبالتالي احنا استفدنا من هذه العلقة خلونا ننتقل تحقق من فهمك لاحظ معي تقريبا نفس الأفكار يلا نبغى نعيدها هل في أفكار أخرى؟ نعم في أفكار أخرى بس نأخذها في التمارين آخر الدرس خلونا نشوف الحين الأفكار الموجودة عندنا يلا قال لك R يساوي سالب ثلاثة قلنا إذا جتني R لوحدة وش أسوي؟ ها تذكرون؟ قلنا نربع الطرفين نربع الطرفين يلا ربع اللي الطرفين وش بتصير؟ يصير R تربيع تساوي سالب ثلاثة تربيع اللي هي كم؟ اللي هي تسعة الآن أقوم بخطوة التحويل R تربيع تتحول إلى X تربيع زائد أن Y تربيع تساوي تسعة هذه هي مهادلة الدائرة جاهزة بالنسبة لي جاء قال لك ثيتا تساوي باي على ثلاثة إذا شفت ثيتا لوحدة ها وش أقول؟ أقول نأخذ تان للطرفين نأخذ تان للطرفين وبالتالي أبأخذ هنا تان لثيتا تساوي تان اللي هو باي على الثلاثة اللي هي الستين درجة تان لثيتا هي اللي تتحول تصير Y على X تساوي تان للستين درجة طبعا هي عبارة عن جذر ثلاثة طبعا ترتبها تنقل الـ X للطرف الثاني بالضرب فبتال تصير Y يساوي جذر ثلاثة ضرب X بهذه الصورة وكذا نكون نحن حليناها إذا جاب لك في الفقرة خمسة C R يساوي ثلاثة كوساين ثيتا فبالتالي قلنا إذا جاتك R وكوساين أو R وساين زي كذا حتلوا في رقم عادي لا يوجد مشكلة كل ما عليك أنك تسوي إيش أنك نضرب ها R في الطرفين وبالتالي حيكون عندك إيش هنا حيكون عندك هنا نضرب R في الطرفين بهذا الشكل وبالتالي الطرف الأول بيصير R تربيع تساوي ثلاثة R كوساين لثيتا خلاص صارت جاهزة للتحويل R تربيع قلنا واشرة نحولها إلى X تربيع زايدا Y تربيع والطرف الثاني بيصير إيش بيصير ثلاثة الر كوساين بتتحول إلى إيش تتحول إلى X نحبيت تتركها بطريقة ما في مشكلة نحبيت تنقل الثلاثة X للطرف الثاني فما في مشكلة يعني أنت لك الخيار في ذلك ثلاثة X تساوي الصفر يعني لو تركتها كذا أو كذا ما فيها أي تشكالية أيضا لو جاك سؤال خيارات يعني قد يكتب لك أحد هذين الخيارين بذلك نكون بحمد الله تعالى أنهينا درسنا لهذا اليوم اللي هو عرفنا التحويل ما بين نقاط الإحداثية سواء ما بين X والY وما بين R والثيتا أو من R والثيتا إلى X والY يعني أخذنا حالة النقطة الإحداثية اللي هي R والثيتا حولناها إلى X و Y وكذلك حالة النقطة الإحداثية لX و Y حولناها إلى R والثيتا كذلك أخذنا المعادلات الديكارتية حولناها إلى قطبية والمعادلات القطبية حولناها إلى ديكارتية دعونا نرى بعض الأسئلة على هذا الكلام الآن قال لك حول المعادلات القطبية إلى الصورة الديكارتية فما رأيكم الآن؟ قال لك R تساوي ثلاثة في ساين فيتا R تساوي ثلاثة في ساين فيتا فبالتالي هذه وما ستكونها جماعة الخير؟ ماذا نفعل؟ قلنا نضرب R في الطرفين نضرب R في الطرفين بهذه الصورة وبالتالي سيصبح عندك R تربيع R تربيع تساوي ثلاثة في R في ساين الثيتا وبالتالي مباشرة سنقول X تربيع زايداً Y تربيع تساوي ثلاثة Y بهذا الشكل نشوف الثانية هذه الثانية هذه واضح أنه يعني ما هي من نفس الطرق التي استخدمناها قبل قليل ولكن أسوي عملية المقصة الآن فصار عندك R ضرب كوساين لثيتا زايداً ساين لثيتا تساوي واحد طبعاً نوزع الآن عملية ضرب عالمية الجمع تصير R في كوساين لثيتا زايداً R في ساين لثيتا يساوي واحد طبعاً R كوساين تساوي H تساوي X والR في ساين والR في ساين تساوي H تساوي Y وهي تساوي الواحد فصارت هذه هي المعادلة طبعاً معادلة خط مستقيم هذه معادلة خط مستقيم وممكن تكتبها على الشكل Y يساوي سالب X موجب واحد يعني بهذا الشكل بحيث أن الميل يكون سالب واحد والمقطع Y يساوي واحد يعني لك الخيار في ذلك الآن خلونا نشوف أيضاً الفقرة 37 أو تدريب 37 هنا هذا التدريب مختلف هنا عندك R يساوي ثمانية كوساين نحن متعودين يكون هنا يا ساين يا كوساين صح ولا لا؟ عشان تمشي مع R أضرب الطرفين في R هنا التعامل معها مختلف إذا جاتك ساين أو كوساين فحولها إلى ساين أو كوساين ماذا يصير؟ فأقول R تساوي ثمانية الكوساين عبارة عن واحد على ساين فبالتالي صارت ثمانية على ساين لثيتا سألو عملية المقصة الآن أنا دائماً أريد أن أجمع ما بين R والساين أو R والكوساين عشان تعطيني إما Y وأما X فبالتالي لو تساوي عملية المقصة الآن صارت R في ساين لثيتا تساوي ثمانية ضرب واحد اللي هي كم؟ اللي هي ثمانية وبالتالي راح أقول Y يساوي ثمانية بهذه الصورة كذلك شاهدنا في الدرس السابق أنه لو أعطاك مثلاً معادة قالك X يساوي خمسة مثلاً وقالك أريد أن تحولها للصورة القطبية أنت لـ X تقول أنها عبارة عن R في كوساين لثيتا تساوي خمسة بهذه الصورة ثم تقسم الطرفين على كوساين فلما تقسم هنا على كوساين وتقسم هنا على كوساين لثيتا فبالتالي الكوساين تروح مع الكوساين يبقى لك R وهنا خمسة واحد على كوساين اللي هو سك لثيتا فالسك والكوسك يختلفون تعاملهم عن الساين والكوساين فبالتالي أحبيت أن أبه إلى هذه النقطة طبعاً هذا سؤال مختلف يعني ما لا علاقة في السؤال ولكن هذا هو سؤالنا اللي هو سؤال 37 الآن أيضاً أعطاني فقرتين أخريتين من هذا الدرس يعني يمكن هذه الفقرة 43 مرت علينا قبل قليل يعني شبيهة لها في السؤال السابق نعم هو نفس التدريب ولكن عندي تدريب جديد اللي هو التدريب رقم 50 هو اللي نبغى نحلها الآن قالك R تساوي أربعة في كوساين ثيتا زائداً أثنين وهنا أيها الأخوة الكرام عندي أملية جمع زوايا فبالتالي هنا يجب علينا استذكر القوانين اللي تعلمناها قوانين مجموعة زاويتين فأقول الر صوت 4 في الآن نأتي كوساين مجموعة زاويتين ما tirarه يحدث سيقول مجموعة الزاويتين سيقول كوساين لثيتا كوساين الباي علىثنين وهي ٩ درجة ناقصاً ساين لثيتا ساين الباي علىثنين ذكروا معي هذا القانون أخذناه في مقرر رياضيات 5 الآن أقول هنا أربعة كوساين الباي علىثنين هذه تساوي صفر وبالتالي راح نقول أن الحد هذا كله بيروح الآن وساين البي على الاثنين هذه تساوي واحد لهذا الشكل فبالتالي صار عندك هنا الناتج هيكون عبارة عن سالب واحد في ساين ثيتا وبالتالي صار عندك R تساوي سالب أربعة ساين لثيتا صارت مسألة عادية عادة الحين نضرب الطرفين في R نضرب الطرفين في R في R بهذه الصورة فصار عندك هنا R تربيع تساوي سالب أربعة في R في ساين لثيتا وبالتالي سوف تتحول إلى إيش ستتحول إلى X تربيع زائداً Y تربيع تساوي سالب أربعة في Y بهذا الشكل لو نقلت السالب أربعة و Y للطرف الثاني ما عندك أي إشكالية في هذه النقطة وبذلك نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام والأخوات هنا درسنا الثاني من دروس هذا الفصل فصل الإحداثيات القطبية و الأعداد المركبة أيها الأخوة الكرام يعني من الأشياء المهمة في هذا الدرس حقيقة أني أنا سلمتك نقطة تسلمني نقطة لا تجد تعطيني إحداثيات مفرقة و تنسى أنك تجمعها كزوج إحداثي سلمتك نقطة تسلمني نقطة سلمتك معادلة تسلمني معادلة لا أبدو يكون كذلك يعني بواحد يأتي يقول يعني يأطي معادلة يأتي يسوي عليها عمليات و يتركها لا لازم تسلمني معادلة صحيحة و شكلها سليم الأمر الآخر لا يصلح أنك تجزء الخطوات أو تجزء عملية التحويل عملية التحويل تكون عملية وحدة لكل المعادلة فأنت تجهز معادلتك بحيث أن تكون قابلة للتحويل لا يصلح تحول طرف و تخلي طرف لازم أحول أنا كل المعادلة مع بعض في خطوة واحدة لا يصلح أن أحول الجزء الأيسر بعدين بعد شوية أمشي خطوتين بعدين أحول الجزء الأيمن لازم خطوة التحويل تكون واحدة على جميع الأطراف في هذه المعادلة في الدرس القادم أيها الأخوة الكرام سنوظف الذي تعلمناه عن الإحداثيات القطبية على الأعداد المركبة طبعا أخذنا في درس التهيئة أفكار كثيرة عن الأعداد المركبة يلي ترجعوا له في قناة عين إن شاء الله على اليوتيوب موجوده سبق أن بثناها قبل بداية هذه الوحدة أخذنا مراجعة كذا الفكرة الأعداد المركبة هذه مهم جدا أنك تطلع عليها قبل أن ندخل فيه درس الغد بإذن الله تعالى اللي هو درس الأعداد المركبة ونظرية ديمواثر راح نشوف كيف نقوم بالعمليات على الأعداد المركبة ولكن باستخدام الأحداثيات القطبية فبالتالي نلاحظ هذه الوحدة جميلة جدا يعني تعلمنا فيها شكل جديد من أشكال التعبير عن النقاط والمعادلات وسنتعلم كذلك كيف نتعامل مع الأعداد المركبة راح نشوف الأحداثيات القطبية كيف تسهل علينا التعامل مع الأعداد المركبة في الختام أشكركم لحسن المتابعون نلتقيكم على خير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته